موسيقى شهدت مجموعة من المدن الإيرانية احتجاجاتنا وناهضة للنظام شاركت فيها ألاف الموطنين للمطالبة بالحقوق الأساسية والإفراج عن المعتقلين وعلى صعيد الاضطربات العمالية احتشد مئات العمال أمام مبنى محافظة الأحواز للمطالبة بحقوقهم متهمين نظام الولي الفقي ومؤسساته بنهب أموالهم ولتوميل الجماعات المالية بهدف التوقل في دول المنطقة كالسوريا واليمن واللبنان والعراق وفي بيان مشترك صادر عن الوفد الأمريكي عرب 25 عضوا في مجلس حقوق الإنسان على قلقهم بزايل عدمات واعتقالات المحتجين التعسفية في إيران وقدم ممثل الوفد الأمريكي البيانة نيابة عن عضاء 25 ولدا وعبر البيان عن القلق الشديد من سوء حالة حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك التقارير العديدة بشأن قيام مسؤولين في النظام الإيراني باحتجاز عدد كبير من المحتجين في الانتفاضة الحالية والقيام بقتلهم بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى احتجازهم وقمعهم هذا ودع بيان المقاررة الخاص للأمم المتحدة إلى زيارة الإيران من أجل دراسة حالة حقوق الإنسان دون شروط مسبقة ودون أي قيود إلى ذلك وفقت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات ضد إيران بسبب الانتهاكات التي تمارسها في مجال حقوق الإنسان وقال إيد رويس رئيس اللجنة الخارجية إن القانون سيؤدي إلى فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني لانتهاك حقوق الإنسان وضف رويس في تصريحات نصحفية أن النظام الإيراني عمل لسنوات عديدة على سحق المعارضة بممارسات قاسية بلا رحمة بما في ذلك التعذيب في سجن أفين وسجود أخرى بالإضافة إلى عمليات الإعدام الجامعية وكان الرئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه قد حان الوقت لكي يواجه النظام الإيراني عوقب مهاجمة الشعب الإيراني وأن مشروع القانون اليوم وضع لهذا الغرض ومن جهته قال وزير الرفاع على مركز جمس ماتيس أن بلاده تمتلك أدلة على أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات العراقية وتضخ أموالا في الساحة السياسية في البلاد وضف ماتيس في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تمتلك أدلة مثيرة للقلق بأن إيران تستقرم المال للتأثير على المترشحين والنخبين في الانتخابات العراقية هذا وكلم تيس أن المبالغ المصروفة ليست قليلة مشهدنا على أن هذا الأمر لن يكون مفيدا للعراق والعراقيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة